يا صباح على حضراتك صباح الهنى والرزق والخير دايماً يا رب على كل الناس اللي بتتبعنا دلوقتي والنهار ده معنا فقرات مختلفة وحنتكلم في فقرة أولى كمان تحديداً عن الطائرة والتتويج في النادي الأهلي بالبطولتين وأكيد يعني خلينا نقول يومين فعلاً أسعدوا كل جماهير النادي الأهلي هيكون معنا لساز أحمد رشاد الناقض الرياضي عشان نتطرق كمان للتفاصيل فكرة كمان أن انت يبقى عندك كيان ناجح في العديد من الرياضات ده مش سهل على فكرة لا بيحصلش في أنداءة عالمية يعني في أنداءة عالمية ممكن تلاقي فيه نجاح فيه رياضة 2-3 مع كرة القدم لكن فكرة أن انت تبقى فعلاً ملوك الصلاة فده أمر مختلف تماماً مع كمان فريق أول عندك النادي الأهلي أكيد ده بيفرق بشكل كبير وبيدل على منظومة أكيد نجحة فكرة تانية حينوارنا فيها كابتا نهاب جلال نجمل للنادي الأهلي السابق هنتكلم بقى عن مباراة أمس طبعاً بلدية المحلة والتحديات القادمة طبعاً من نسبة لنادي الأهلي السوء على المستوى المحلي أو المستوى القاري فهي بس نبدأ بقى مبروح تددي كلامك بالتهنيئة يبقى لازم فعلاً نهني فريق الأول لكرة طايرة رجال في النادي الأهلي الفوز بلقب بطول الكاس السوفر المصري للمرة التانية على التوالي بعد ما فازه مبارح على الزمالك فيه مباراة قوية جداً كان فعلاً ماتش قوي نجح فريقنا في أنه يحسب النتيجة الإجمالية ثلاثة واحد تفوقنا في الشوط الأول خسرنا الشوط الثاني لكن رجع الفريق مرة تانية وتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25-20 وقدمنا أداء أكتر من رائع في الشوط الرابع وانتهى بنتيجة 25-22 الحقيقة لعبتنا استحقوا هذا الفوز عن جدارة وعن استحقاق حاجة تفرح جداً فكرة أن أنت بتحقق بطولتين في يومين سوفر سيدات وصوفر رجال فعلاً زي ما أنت بتقولي والله فعلاً يعني أنت عندك فرق أوروبية قوية جداً في رياضة أو اتنين لكن البي مسمعيش حتى اسمهم فيه بزرق اتفق معك جداً خلينا نقول فعلاً يعني بطولتين مهمين جداً وتابعناهم حضراتكم على شاشة كمان الأهلي ومبارح المباراة كانت خلينا نقول بجد قوية جداً هي انتهت طبعاً الفرحة كانت كبيرة فوز النادي الأهلي وإحنا قلنا يعني قلنا الكلام ده مبارح قلنا إن شاء الله هنفوز باللقب واللقب ده كمان العظيم فيه واللفتة اللي كانت رائعة فيه إن إحنا أو اللعيبة أهدو لروح برضو سيادة الوزير العامري فاروق طبعاً يعني خلينا نقول الحاضر الغائب في كل لقطات المباريات الحقيقة وموجود قدام حضراتكم طبعاً لن ينسى فعلاً فيه ناس لن تنسى رجل أخلص فعلاً للكيان واستحق حب الجميع ومن ننساش برضو يعني دوره في تطوير ألعاب الصلاة يا كريم كليات كبيرة جداً وبرضو مع كل بطولة إحنا بنتكلم فيها هتلاقي أو هتلاقي نفسها بنفتكره بنفتكر كل الرموز بصراحة اللي قدمت كتير للنادي الأهلي خلينا كمان نروح ليه فتيات المباراة وبيبدو كده أن برضو خلينا سورياً أسمع فنيات المباراة وأنا بشوف معرفش أنت تتفق معي ولا لأ بس فعلاً المدرسة الأسبانية في هذه الرياضة أو في الطائرة تحديداً أثبتت نجاح عظيم جداً يعني أنت عندنا في طائرة رجال المدير الفني طبعاً الأسباني واللي هو واضح جداً تأثيره الكبير على الفريق الحد دلوقتي مش بس فنياً لكن كمان من الناحية المعنوية وده المكس الصعب اللي احنا دايماً بنقول أنت ممكن تبقى مدير فني جيد جداً على المستوى الفني لكن مبقاش فيه كامستري بينك وبين اللعيبة وده خاصة لو أنت مدير فني أجنبي مش كل كمان بالمنازم المديرين الفنيين اللي احنا جبناهم النادي الأهلي سوى في ألعاب الصلاة أو في الفريق الأول كان فيه كامستري بينهم وده بينعكس على التطوير الخاص باللعيبة أنا ما أعتقدش يا نهواند أن في الفترة الأخيرة اللي استضافنا من خلالها أزمننا العزيز أحمد رشاد اللي حينورنا في الفقرة الأولى النهاردة يعني واللي طبعاً دايماً بيكلمنا بمنطقة التخصص عن كل الرياضات ولا سيما رياضات الصلاة تقريباً ما فيش مرة في الفترة الأخيرة غير لما هو شخصياً بيوقف عند تفصيلة المدرسة الأسبانية ومدى نجاحها في النادي الأهلي أنا بتتفت معك بصراحة جداً ولأ يعني كان المشهد رائع جداً مبارح وعلى الصحيح